ما هي إما أنكم؟ أثناء الكثيرين تكونوا عن أن تتسألني كيفية اخواتي إخوات في نفس البيئة أو في نفس البيت ويبقى لهم صفات مختلفة تماماً يقولوا كيف كان هذا يحدث رغم أنهم اتربوا نفس التربية مع نفس الأم والأب هو الطبعاً هذا ليس صعري ليس صعري لأن الأم والأب يطول الطفل الأولاني غير الأم والأب يطول الطفل الثاني بعد أن مروا ب تجارب غير الأم والأب يطول الطفل الثالث والطفل الأولاني دائماً بيبقى واخد جزء من البرستيج الطفل الوسطاني غالباً ما يبقاش واخده لأنه خلاص الأولاني جاء والطفل الأخير بيواخد شوية من الدلع برضو الطفل الوسطاني ما خدوش عشان كده حتى بيتكلمه كتير على الفكرة بتاعت الطفل الوسطاني وقد إيه بيبقى عنده ساعة مشاكل شوية في علاقته بأبو وأمه أو في نظرته لنفسه غير كده كمان زي ما قلنا الطفل الأولاني بيبقى جاي في وقت معين بإكنوميك الكوديشنز معينها ممكن تكون الطفل الثاني أحوال أمه والاقتصادية تغيرت أحوالهم في العلاقة تغيرت عن الطفل الثالث فده معنى كده ان هم حيبوا نفسهم وطرية اللي بتعاملوا بيها مع الطفل الثاني أو الثالث مختلف عن الأولاني غير كده كمان حاجة مهمة جداً هو ان مش إحنا كأطفال بناخد حاجات من أبونا ومنا لكن كل الطفل يأخذ حاجات مختلفة فأنا ممكن أكون الطفل الأولاني خدت حاجات من أبويا معينة الطفل الثاني خد حاجات من أبوه بس مختلفة فعشان كده بيبتدي يظهر الحاجات دي قدام أمه بشكل ممكن تكون أمه لو الحاجات دي عجباها فهتبقى شايف ان هي كيوت لو الحاجات دي مش عجباها هتبقى شايف ايه العرف ده وحيبقى دائماً الطفل ده بيفكرها بأبوه بمشاكلها مع أبوه أنصوعة فعشان كده ما نقدرش نقول أن الأطفال اللي تربوا في نفس البيئة بيبقى ليهم نفس التربية ده كلام ده غلط خالص هم ممكن يكونوا بيتشاركوا في شوية معتقدات بتاعة العيلة إنما الحقيقة ما فيش أطفال ليهم نفس الأم والأب التعامل بتاحهم مختلف تماماً ودليل على كده مثلاً قصة كثيرة قرناها عن يعني زي قصة سيدنا يعقوب مع أولاده رغم أن يوسف نبي ويعقوب نبي ومع ذلك يعقوب كان يفضل يوسف على أخواته كلهم وعشان كده خطرهمو في الماء أو في البير فعلشان كده ما نقدرش نقول إن الطفل أو الأطفال اللي تربوا بين أم وقب مفروض يكون لي نفس التربية دي حاجة مش حقيقة هو الفكرة إن إحنا محتاجين بس نعرف الديناميكس اللي مرت بنا في علاقتنا بأهلينا عشان نقدر نشوف التعامل بتاعنا مع أهلينا عامل إزاي؟ في كمان حاجة مهمة جداً كتير في السيكولوجي أو في الناس ما نتخدش بالهم منهم ويتعاملوا مع الثرابيست أو الكوتشز هو فكرة السيستاميك أسبكت الحاجات اللي احنا بناخدها بشكل نظامي من نظام العائلة بمعنى إن ممكن الطفل الأولاني يكون خد حاجات معينة أمراض معينة أو حاجات معينة أو كواليتيز معينة مختلفة تماماً عن الثاني ومختلفة تماماً عن الثالث فعشان كده مفيش طفل لي أو مفيش أطفال أو أخوات ليهم نفس الأم والغض كل واحد مختلف كل واحد لي السيستام بتاعه وكل واحد بيتعامل مع ظروف حياته بشكل مختلف شكراً شكراً